معروف عنه ان هو مرض جلدي بيظهر في الفترة ما بين سن 15 ل 25 سنة وبيظهر اكتر في اصحاب البشرة الدهنية لكن في مقولة شهيرة جدا بتقول لو انت فاكر ان حب الشباب بيظهر بس في فترة المراحقة يبقى لازم تعيد النظر في المقولة دي لان ببساطة ممكن جدا نلاقي حب الشباب بيظهر في اطفال صغيرين في حاجة اسمها بيبي اتني بيظهر عندهم حب الشباب في اول 3 شهور من حياتهم واحيانا حب الشباب بيستمر معنا لغاية سن اكتر من 40 سنة هنتكلم عن حب الشباب اللي كلنا عارفينه ان هو اللي بيظهر لاصحاب البشرة الدهنية وبيظهر في بداية مرحلة البلوغ والمراحقة واول الشباب في الاول لازم نعرف ان فيه 3 انواع من البشرة بشرة دهنية وبشرة جفة وبشرة مختلطة طب ازاي كلنا نقدر نحدد انواع البشرة بتاعتنا المريض او العيان بيجي يشتكي من حاجة معينة في البشرة والدكتور بيشوف حاجة يعني مثلا اصحاب البشرة الجافة اكتر مشكلة بتيجي يقولوها انا بشرتي على طول مشدودة حست على طول بحرقان في وشي بشرتي شدة علي عندي احمرار حوالين بقي ودايما عندي صمار حوالين بقي الدكتور بيقالو وجهة نظر بيشوف الاحمرار ده وبيعرف ان فيه التهابات في البشرة بيشوف اشور بتطلع في البشرة احيانا بيشوف الالتهابات اللي حوالين الفم دي بتكتر جدا في فصل الشتاء وبيشوف الالتهابات دي لما بتخفي بتقلب بحاجة اسمها اسمرار ما بعد الالتهاب دايما الدكتور بيسأل سؤال شهير جدا بيقولها انت لابسة بانطلون اسود او لابسة كلون او شراب اسود في فصل الشتاء وبتيجي تقلعي بتلاقي جلدك او رجلك فيها حاجة زي الرد او القشر الابيض غالبا الاجابة بتكون اه فيه كمان اختبار احنا كلنا نقدر نعمله لو هنيجي بضافرنا كده على رجلنا ونروح عاملين خط كده هيطلع لنا مكانه لون ابيض اللون الابيض ده بيختلف ضررتك الجفاف من واحد للتاني ممكن واحد يطلع لون ابيض خفيف وواحد لون ابيض سقيل وواحد ممكن يطلع معانا قشور يبقى دي ببساطة البشرة الجفاف البشرة الدهنية بتيجي مشكلة مشهورة جدا فيها بتقولك انا ما بعرفش حط ميكب على بشرتي انا اي ميكب احطه بحس ان بشرتي بتنطره ما بعرفش حط واقي شمس لانه بيعرقني ما بعرفش حط كريم لانه بيعرقني حاجة كمان بتتقل انا عندي رؤوس صودة في مناخيري انا عندي مسامات واسعة انا بيطلع لحبوب الدكتور لما بيبص بيكون وجهة نظره بيشوف ايه بيشوف بشرتها فعلا قيلي جدا وبتكون بدهنينة جدا بيشوف الرؤوس الصودة دي فعلا على المناخير وفي الجزء بتاعت ده وبيشوف المسامات الواسعة اللي هي بتزيد مع السن طبعا بيشوف البسور بانوح البشرة مختلطة اللي هي ميكس ما بين الاتنين ما بين البشرة الجافة وما بين البشرة الدهنية الجزء اللي هو تي زون او حرف تي ده اللي هو القورة والمناخير بتكون دهنية جدا وبقية البشرة بتكون جافة يبقى دول التلات انواع من البشرة الجافة والدهنية والمختلطة حب الشباب اللي احنا نعرفه اللي هو بيظهر في السن بين 15 ل 25 سنة لاصحاب البشرة الدهنية بيكون له تلات اسبات اول سبب بيكون الهرمون علشان كده هو بيحصل في فترة البلوغ بيكون اصحاب البشرة الدهنية اكتر عرضة لي بيكون نوع من انواع البكتيريا هنتكلم واحدة واحدة عن كل حاجة منهم اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت بتاعت الصالع الوراثي عن هرمون الزكورة وقلنا ان في فترة البلوغ بييجي الهرمون اللي هو الاندرجين والجزء اللي هو الاكتب منه او جزء الشغال اللي هو التستيستيرون وبيبتدي يعمل شوية تغييرات في البنات وفي الولاد احنا عارفين ان هو بالولاد بقدر كبير وفي البنات بجزء مسموح الهرمون ده بيبتدي يشتغل على الغدد الدهنية والغدد العرقية الطفل بيقعد يلعب طول عمره مع عمره ما بنشمله ريحة عرق بمجرد ما يبلغ او يبقى قاضلت او انسان بالغ بيبتدي يطلع له ريحة عرق فهرمون الزكورة بيعمل نشاط في الغدد العرقية برضو بيعمل نشاط في الغدد الدهنية فبيزيد الانتاج بتاع الدهون فالبشرة الدهنية بتكون دهنية اكتر يبقى احنا عرفنا انه الهرمون له دور في تكوين حب الشباب عند الولاد بنشوف حب الشباب ده عادي وعند البنات بنبتدي نقف وقفة كده بسيطة لو طلعت لها كم حباية وابتدت تعالج وتستجيب معايا للعلاج ده حاجة بتحصل عادي جدا لصحبات البشرة الدهنية لكن لو لقيت البنت طلع لها حبوب شديدة جدا متحوصلة عملالي زي الدمامل فيها تقايحات فيها صديد ما بتستجبش للعلاج ببتدي اشك انه ممكن يكون فيه مشكلة بسيطة في الهرمون يا اما الهرمون عالي يا اما مستقبل الهرمون عالي او حساس بسألها شوية اسئلة وبطلب منها شوية حاجات بسألها عن شعر راسها هل تزامن شعر راسها ان هو يبتدي يقع او يفضى من قدام مع ظهور الحبوب بسألها على الشعر الغير مرغوب فيه في جسمها هل ابتدى يطلع لك شعر في اناكن ذكورية مثلا زي الدقن زي الشنب زي صدرها زي بقيت جسمها بكسافة بسألها عن حبوب الشباب وبربط التلاتة مع بعض ببتدي اطلب منها عشان اتطمن برضو بعض التحاليل الهرمونية وببتدي اطلب منها صنارة على الحوت لان بتكون نسبة كبيرة جدا من حبوب الشباب اللي ما بتستجبش للعلاج بترتبط ارتباط كبير بالصالع الوراثي او بتكايوسات المبايد لو الهرمون عالي بيوطة ولو مستقبل الهرمون هو اللي حساس بيبقاله سكة علاج تانية بعد كده بنتكلم التغيرات الهرمونية فيه تغيرات هرمونية شهرية بتحصل لكل بنت بيتزامن معاها حدوث بعض الحبوب برضو فوشها هي بتبقى فهمة ان دي اربع خمس تيام والحبوب بتخف وغالبا ما بتسيبش أثر الا اذا لعبت فيها وهنتكلم عنها دي بتحصل لي بيحصل برضو حاجة سماء استرس أكمي برضو بنتيجة بعض الهرمونات او تغيرات الهرمونية في حالة الاسترس او في حالة التعب النفس الشديد بيبتدي زيادة في افراز هرمون الكورتزون من الغدة الفوق كلوية ممكن قوي لاصحاب بشرة مش دهنية يصلع لهم حاجة سماء استرس أكمي بيزيد هرمون الكورتزون في الدم وبالتالي بيبدأ ظهور حدوث حبوب شباب في الجسم او في الدرعات او في الوش برضو لو اخدوا دواء معين كورتزون فترة طويلة ممكن يعمل حبوب شباب طبعا انا مش ضد الكورتزون خالص الكورتزون مرض رائع دواء رائع في علاج كتير من الامراض وساعات ما بيبقاش ليه بديل لكن زيادة جرعة الكورتزون احيانا بيتزامن معها حدوث حبوب الشباب يبقى احنا كده تكلمنا عن اول حاجة وهو الهرمون تاني حاجة الدهون اصحاب البشرة الدهنية اكتر عرضة لحب الشباب من البشرة الجفة الحكاية ان الهرمون بتاع البلوغ او هرمون الاندرجن بيبتدي يزود لي نشاط الغدة الدهنية كل بصيلة من بصيلات الشعر تحتها او جنبها غدة دهنية اللي بيحصل في فترة البلوغ ان الغدة دي بيحصل فيها نشاط جنب الجلد من فوق فيه بروتين اسمه كيراتين بيبتدي يحصل ترسيب في الكيراتين بتاع الجلد ده فوق الغدة هنعتبر ان الغدة تحت الجلد كده وفوق فيه المسام ترسيب البروتين في الجزء ده بيبتدي يسدلي المسام يبقى انا عندي حاجتين دلوقتي عندي بروتين سددلي المسام بتاعتي من فوق وعندي الغدة تحت مليانة دهون الدهون دي مش هتعرف تصرف لفوق لان المسام مقفولة بيتيجي نوع من انواع البكتيريا اسمها بروبينوبكتيريوم أكني البكتيريا دي موجودة في جسمي وفي جسمك وفي جسم الناس كلها على سطح الجلد دي بكتيريا كومنسل وبتبقى موجودة عند الناس العادية مش عدوى ولا حاجة نتيجة نشاط الغدد الدهنية بالمنظر اللي احنا قلنا عليه بتبتدي البكتيريا دي تعمل حاجة اسمها كولونيزيشن أو تتقاصر فوق الحبوب دي أو فوق الدهون تقاصر البكتيريا فوق الدهون هو ده اللي بيعمل لنا الالتهاب هو ده اللي بتيجي العرض بتاع البنت أو الولد وتقول احطي ايدي على الحدية ما ببقاش قادرة المسها من كتر الوجع هو الالتهاب بتاع البكتيريا ده ممكن الالتهاب يتدرج من الالتهاب شديد لالتهاب بسيط الالتهاب البسيط مجرد كريم وطد حيوي بتحسن جدا الالتهاب الشديد ممكن يوصل لنا لقرح أو دمامل أو تقايحات ترجمة نانسي قنقر